ربما هذه الانتخابات عودت الرئيس بعد أربع سنوات إلى البيت الأبيض في معركة إعلامية غير مسبوقة في حملات انتخابية وصل حد المواجهة السياسية فيه كما لم يشده تاريخ الولايات المتحدة كيف يمكن وصف النتائج القراءة في التحول السياسي وما تمثله شخصية ترامب بالنسبة للأمريكيين أهلا بحضرتك أستاذ ربير وأهلا بكل المشاهدين شكرا على الاستضافة ترامب نصفه بأنه العنقاء التي نهضت من تحت الرماد رماد الملاحقات القضائية، رماد الملاحقات السياسية، رماد التشويه الاجتماعي والمجتمعي رماد أن حولوه كما لو كان هو بعب عن يخيف الجميع المواطن الأمريكي والأصدقاء والأعداء والمهاجرين والنساء وكل ما هو موجود على كوكب الأرض ترامب هو عدو الجميع الرجل تغير بنسبة 180 درجة خلال سنوات الأربع الماضية استفاد كثيرا من حكمه ومن النهاية التي وصل إليها حكمه لم ييأس، تقدم من جديد للانتخابات الرئاسية واستطاع بالصبر وبالتحول الكبير في شخصيته أن يصل بالمركب أو بالباخرة بألا أن كان عليها ركاب كثيرون الجمهورية إلى البيت الأبيض، إلى مجلس الشيوخ وفي طريقنا ربما أيضا لسيطرة الجمهورين هذا التحول الكبير أستاذ إيهاب هل فعلا كنت تتوقع بأن ينال ترامب بعد كل الحملات الدعائية أو ما يعرف في الولايات المتحدة بالبات بابلوسيتي الإخفاقات أيضا السياسية التي اتجه إليها بأن يتجاوز الثلاثمائة صوت وهو يقترب منها يعني عودة سيناريو ونتائج 2016 في مواجهة كلينتون صحيح قريبين جدا يعني قبل دقائق أضاف ولاية ألاسكا ثلاث أصوات في الكلية 295 مقابل 226 لهاريس تبقى أيضا الولايات إن كان أريزونا أو حتى نيفادا نيفادا تلامس 90% لفرز الأصوات حتى هذه الساعة وتصدر في ساعة قبلة صحيح هو لو فاز بأريزونا فقط سيضيف 11 صوتا ويكون لديه 303 أصوات هي نفس الأصوات التي حصل عليها في انتخابات 2016 أمام هيلاري كلينتون الرجل حقق انتصارا قويا وساحقا وماحقا وهذا يدل على شيء يدل على أن الرهان الذي راهنت عليه كما لها رسوة ديمقراطيين على الشعب الأمريكي أنه سيهتم بملفات مهمة لكنها ليست حاسما قوية لكنها ليست هي التي ستحدد من سينتخب الناخب الأمريكي أوضا عن أن يهتموا بالملفات الرئيسية بمحدودية ميزانيته 300 ونيف تقريبا مليون دولار استطاع أن يدير هذه الميزانية بشكل جيد جدا وجهها في الاتجاهات الصحيحة نعلمها جميعا يعني بات الجميع يعلم ما هي الملفات طيب هل نحن نعلمها ولا نعلمها الديمقراطيون يعلمونها لكن للأسف الشديد الديمقراطيون اتخذوا نهجا مغيرا تماما لأمال وطموحات الشعب الأمريكي والشعار الذي اختاره ماجا هذا شعار حقيقي ينبع من الشارع يا أستاذ روبير أنا دائما كنت أخرج معكم وأقول الاستطلاعات الرأي غير حقيقية لأنها لا تأخذ بنبض الشارع الأمريكي الحقيقي استطلاعات الرأي يقوم بها تقوم بها القنوات التليفزيونية الأمريكية ووسائل الإعلام والصحف في محيط مدن حضارية في نيويورك في شيكاغو في واشنطن دي سي هذه نقطة بالغة الأهمية أن ذكرت استطلاعات الرأي وذكرت المدن الكبرى وهنا الأمريكي الريفي وهناك دراسات أيضا في انتخابات العام 2016 لاستقطاب البسطاء لدى ترامب أو هذا الخطاب القومي الذي أيضا أعاده إلى النفوس كانت تجاوزته الولايات المتحدة في العقود الثلاثة والأربعة الأخيرة أي شخصية يمثلها ترامب هناك ما يقول بأنه نجح أيضا يدخل الذاكرة الجماعية ليس فقط كرئيس ليس فقط كمطور كراجر أعمال ناجح هو جاء أيضا في الأفلام أفلام الأطفال قبل أكثر من ربع قرن وتكرس في وجدان الأمريكيين الكل يستذكر هوم ألون ودخول ترامب في هذا الفيلم الشهير وكل الدراسات تحدث بأن ترامب نجح أن يدخل في الذاكرة الجماعية لأجيال لشباب ينتخمونه اليوم ويشعرون بأنه يمثل فعلا الحلم الأمريكي يمثل أكثر هذه الشخصية الهليودية صحيح أتفك مع هذا الأمر وترامب هو صديقك الذي ستجده جنبك على القهوة يشرب معك القهوة وستجده جنبك جانبك في المصنع وأنت تصنع السيارة وستجده بجانبك في مدرج الطائرات وهو يصف الطائرات وستجده بجوارك في المستشفى وهو يقوم بالركض لإنقاذ الأرواح والعمل في الأمرجنسي روم إلى آخره ترامب رجل أمريكي من الشارع الأمريكي من الشارع الأمريكي من بداية ريفه إلى أقصى أغنياء أغنيائه هو خاطب الجميع يخطئ من يعتقد أن دونالد ترامب خاطب الطبقات المتوسطة والشعبوية أو أن من انتخبوه هم الأقل تعليما والأقل فهما وأن النساء الذين يسيرون خلف ترامب هم نساء مسيارات وليسنا مخيرات هذا ما حاولت للأسف الشريط كاميرا هارس والديمقراطي أن يصوروه عن كل طائف المجتمع التي ستنتخب دونالد ترامب طيب بعد كل هذه الدعاية وتشويه الرجل وملحقته قضائيا وسياسيا ومحاولتين اغتيال لا أقول أنهم حاولوا اغتيال ولكن الخطاب العدائي وصل بنا إلى أن هناك محاولتين اغتيال لهذا الرجل في شهر ونصف تقريبا أو ربما أقل كل هذا لم يجد نفعا ونهض من تحت الرماد أكرر كالعنقاء ليفوز بالانتخابات الأمريكية فوزا ساحقا ماحقا ويؤكد شيء مهم جدا كنت حاولك تتحدث مع الأخ العزيز الأستاذ أبو بكر المرسلكم العزيز هنا في واشنطن وكان يقول أنه يعني ترامب بسيطرته وشخصياته على الحزب الجمهوري سيكون من الصعب أن يكون هناك شخصيات أخرى تظهر وأنا أقول لك في هذا الإطار أستاذ روبير وتذكر كلامي أن دونالد ترامب بما فعله اليوم بالفوز الساحق الماحق والقدرات الهائلة على التحمل والوصول إلى المنصب الرئاسي من جديد مرة أخرى بعد كل المعطيات التي كانت تسير في غير صالحه هو يسطر رو ماضل أو نموذجا يحتاذ به داخل الحزب الجمهوري لنشاهد رجالا وقيادات وسيدات في الحزب الجمهوري خلال الفترة القادمة من نوعية دونالد ترامب لأنه يعني علمهم كيف تنهض من حيث درجة ما تحت الصفر السياسية والمجتمعية والتشويه لكي يتصل إلى أن تكون بطلا قوميا ورئيسا للبلاد مرة أخرى بعد كل هذا التشويه هذا الرجل أيقونة وأسطورة في تاريخ السياسة الأمريكية وليس أدل على ذلك من عودته القوية في الانتخابات والمفاجأة الكبيرة التي حققها بالولايات المتأرجحة يعني فوز غريب أنا لم أكن أتوقع أنا ممكن أن توقعتي أن انتخبت دونالد ترامب والجميع يعلم ذلك لك كنت متوقع أن يخسر بسبب الحالة التي نعيشها من تشويه لهذا الرجل لكن أعيد وأكرر في هذه النظام وزدهم البروباجندا وهنا تدخل في إطار الحملات الانتخابية الأمريكية هذا السيناريو المنتصل بشخصية ترامب التي يراها البعض بأنها استفزازية بأنه أيضا شعبوي يستقطب الجماهير ولكنه أيضا وجه خطابات غير معهودة يعني في الخطابة السياسية في العالم الكثير من الإهانات أيضا وهذا ما يجعله أيضا في الحياة اليومية للأمريكيين يدخل بشكل طبيعي وسلس ضمن هذا المجتمع الذي يعيش يعني إن كان على استخدام هذه الكلمات التي يراها البعض نافرة أو نابية فيما يستخدمها ترامب ككل أمريكي في حياته اليومية في الشارع وتأتي بهذا الانعكاس الإيجابي رغم كل الحملات التي سيقت ضده ونحو مليار دولار للحزب الديمقراطي يعني ضد ثلث الرقم لحملة دونالد ترامب والحزب الجمهوري صحيح أتفق مع حضرتك أستاذ ربيع ويعني ربما نحن في بلادنا في الشرق الأوسط وفي الدول العربية هناك كلمات نستحي أن نستخدمها لكن في المجتمع الأمريكي هي طبيعية وهناك مواقف نستحي أن نقومها في المجتمع الأمريكي أيضا هي طبيعية وربما عندما نشاهد الأفلام الأمريكية ونتعرف أكثر على طبيعة المجتمع الأمريكي سنجد أن هذا الأمر مدفر وهو موجود في نسيج المجتمع الأمريكي بشكل طبيعي لكن هناك محاولات ساعات للتشويه من قبل مثلا الديمقراطيين ضد دونالد ترامب والجمهوريين والعكس صحيح أنا لا أقول أن الجمهوريين ملائكة ولكن هم أيضا يقومون بهذه الأفعال وترامب نفسه كان في سنة عشرين شاهدنا كل أنواع الهجوم على جو بايدن وفي هذا العام الانتخابي هناك هجوم ولكن قلل بنسبة من وجهة نظري 90% تقريبا وتحولت دفة الهجوم من ترامب إلى بايدن ومن بعده كامالا هارس التي لم تتوانى في تقديم كل أنواع الهجوم ضد دونالد ترامب لدرجة أنه هناك فيديوهاد كانت مضحكة جدا يعني يأتون بخطابات مختلفة لكمالا هارس وتتكرر فيها الجمل بنفس المدة الزمنية وبنفس الإلقاء وبنفس كما لو كانت ملقنة وحفظت ما تقوله هي تحفظ ما تقول ولكن لم للأسف الشديد تفهم عقلية الناخب الأمريكي وتصورت أنه سيهتم فقط بالإشهاض قضية مهمة لأنه اختلف أو تصورت أنه سيهتم فقط بالديمقراطة وحريات والأقليات وقضيات مهمة لكن لن نختلف لكن اليوم اللب المشكلة الأساسية التي يعيشها المجتمع الأمريكي أمن الحدود رقم واحد والهجرات غير الشرعية رقم واحد رقم واحد أيضا يعني ثلاث وحايد الاقتصاد الأمريكي كل هذه الأمور فشل فيها جو بايدن ومعه كامالا هارس التي كانت مسؤولة مسؤولية مباشرة عن ملف الحدود وفشلت فيه وكانت تمنع قوات أمن الحدود قوات أيس من محاولة إعادة الفرين إلى داخل الحدود الأمريكية بشكل شرعي إلى الخارج وكلفت الميزانية الأمريكية الكثير وتعلم حضرك أنا لا أريد أن أفتح نفس المواضيع التي نتحدث فيها دائما ملفات السياسية الداخلية والخارجية القراءة الديمقراطية كانت خاطئة وإخراج كامالا هارس من الفريزر ووضعها في المايكرويف دقيقتين وتقديمها للشعب الأمريكي على أنها مرشحة كان خطأا كبيرا أحرقوا هذه السيدة سياسيا ستحتاج إلى مجهود كبير كي تعود مرة أخرى للحياة السياسية الرئاسية وهي قادرة وأصبحت لديها خبرة بالمناسبة ومن الممكن أن تكون منافسا شرسا على الانتخابات الرئاسية القادمة أشكر ضيفنا جزيل الشكر الكاتب والباحث السياسي المعروف إيهاب عباس أنت كنت معنا منذ أشهر طويلة في ملف الانتخابات الرئاسية كان لك الكثير من القراءات والمطلعات أيضا السياسية اللافتة نختم معك الحملات الانتخابية الانتخابات وأيضا نتائج فاوز دونالد ترامب بولايات ثانية بعد أربع سروات على مغادرته البيت الأبيض